الحمد لله رب العالمين ثم في الأجزاء التالية بنتعرف على الماغنتيك سيركيت برامترز ثم خصائص الماغنتيك سيركيت وآخيرا بنحل بعض الأمثلة الحسابية فبنبدأ هنا بنظرة عامة على مفهوم الماغنتيسية أو الماغنتيزم فالماغنتيسية تعتبر أحد أهم الظواهر الموجودة في عالم الكهرباء واللي هي أول أثر من آثار الكهرباء اللي عملت علىها دراسات وتجارب من العلماء في السابق هذه القوة الخفية أو القوة الغامضة واللي أصلا مصطلح ماغنت متوافق مع مصطلح ماجيك وكل الكلمتين مشتقة من الكلمة اليونانية ماغوس واللي تعمي سحر فالماغنتيسية والكهرباء بينهم ترابط مباشر ولا يمكن أصلا توليد الكهرباء إلا بوجود المجال الماغنتيسي ولا يمكن إنتاج مجال ماغنتيسي إلا بالكهرباء إلا طبعا في حالة الماغنتيسة فالأجهزة اللي أساس عملها يعتمد على المجال الماغنتيسي لا يمكن حصرها ابتداء من البوصلة وحتى المواطير الضخمة الموجودة في القطاع الصناعي والجنريترز والموتورز والترانسفورمرز والسيركت بريكرز والريليز وكثير من الأجهزة كلها تعتمد في عملها على المجال الماغنتيسي هنا نبذة تاريخية مختصرة عن تاريخ الماغنتيسية وكيف كانوا يعتقدون في السابق أن هذه القوة الغير مرئية هي نوع من السحر إلى أن وعبر القرون كيف أصبحت الماغنتيسية عامل أساسي في عالم الكهرباء وبدون الماغنتيسية لا يمكن تشغيل كل الأجهزة الكهربائية الموجودة في عالمنا فالماغنتيك فيلد المجال الماغنتيسي يتواجد في المنطقة المحيطة بالماغنتيس الدائم الperminate magnet ويمثل بخطوط وهمية تعرف بالmagnetic flux lines أو خطوط الفيض الماغنتيسي فهذا الperminate magnet خطوط الفلكس قلنا الفلكس يعني الفيض الماغنتيسي أو خطوط المجال الماغنتيسي تنتقل دائما من القطب الشمالي النورث بول إلى القطب الجنوبي الساوث بول بهذا الشكل ومسار هذه الخطوط عنده نفس المساحة نلاحظ هنا أن الخطوط تنتقل من النورث إلى الساوث من خارج الماغنت ثم ترجع من داخل الماغنت من الساوث إلى النورث بمعنى أن هذه الخطوط مستمرة وتمثل ما يسمى بالclosed loop فلو قربنا تو ماغنت من بعض بهذا الشكل مثل ما هو معروف أن الأقطاب المختلفة تتجاذب وكأننا بهذا الشكل تحصلنا على ماغنت واحد من هذه التو ماغنت هنا نورث وهنا ساوث وبنفس المبدأ الخطوط تنتقل من النورث إلى الساوث خارجيا وترجع من الساوث إلى النورث داخليا وهنا لما قربنا النورث من النورث واضح أن الأقطاب المتشابهة تتنافر بنتعرف هنا على تأثير الماغنتيك والنن ماغنتيك ماتيريالز الماغنتيك ماتيريالز هي الماتيريالز اللي عندها خاصية الماغنطة يعني لكل بساطة هي المواد اللي تنجذب إلى الماغناطيس مثل الحديد والكوبالت والنيكل أما النن ماغنتيك ماتيريالز هي المواد اللي ما تنجذب إلى الماغناطيس مثل الخشب والنحاس والألمنيوم فهنا لما يكون فيه ماغنتيك ماتيريال مثل السوفت آيرون ويوضع داخل مسار خطوط المجال المغناطيسي بيكون له تأثير على التحكم بمسار هذه الخطوط على العكس مثلا من الزجاج لا يحدث أي تأثير أو تغيير في مسار هذه الخطوط فمن هذه الفكرة استخدمت المغنتيك متيريال كحماية وغطاء خارجي لبعض الأجهزة الحساسة مثل الميترز أجهزة القياس فهنا لما يمر مجال مغناطيسي يتوجه إجباريا من خلال هذه المغناطيك متيريال ولا يؤثر على أداة هذه السنستيف إنسترومنت تكلمنا عن المغناطيس الدائم هنا الشكل الآخر هو الطريق الأخرى للحصول على خطوط المجال المغناطيسي والتي تكون موجودة حول أي سلك يمر فيه تيار كهربائي فمثلا هذا شكل الخطوط حول سلك مستقيم يمر من خلاله كرنت وهنا شكل الخطوط في كويل مكون فقط من ون تيرن وهنا الكويل مكون من عدة لفات فلمعرفة اتجاه المجال المغناطيسي المغناطيك فيلت أو المغناطيك فلكس نستخدم قاعدة تسمى قاعدة اليد اليمنى اتجاه الإبهام يكون مع اتجاه الكرنت فإذن باقي الأصابع تشير إلى اتجاه المجال المغناطيسي واللي هو تحديدا اتجاه دوراني فالمجال المغناطيسي يمكن انتاجه إما بواسطة الpermanent magnet أو الالكترومغنط في الpermanent magnet المغناطيس الدائم هو المغنط اللي ينتج المغناطيك فيلت بطبيعته ولا يحتاج إلى أي قوة خارجية أو مؤثر خارجي لإنتاج أو الحفاظ عن المجال المغناطيسي ويستخدم في عدة تطبيقات مثل المغناطيس الموجودة في ألعاب الأطفال والساعات والريليز وبعض المولدات الصغيرة إضافة إلى تطبيقات أخرى مثل نوع من أنواع الماشينز يسمى permanent magnet DC motor أو permanent magnet DC generator مع بعض الميترز ومكبرات الصوت فمن أهم مميزات المغناطيس الدائم أنه لا يوجد تكاليف تشغيلية ولا صيانة وعنده كفاءة عالية إضافة إلى أنه لا يحتاج مصدر كهرباء لإنتاج المغناطيك فيلت ولا يحتاج إلى coils أو أسلاك أو أي توصيلات كهربائية وبالتالي يكون استخدام مناسب في الأماكن اللي ما فيها مصدر كهرباء النوع الثاني هو الإلكترومغنط المغناطيس الكهربائي فمن القانون الفيزيائي مرور كارنت من خلال موصل يولد مجال مغناطيسي حول هذا الموصل فالإلكترومغنط هو كويل أو لفة من الأسلاك تربط حول مغناطيك ماتيريا فأحد أهم خصائص الإلكترومغنط أنه ينتج مغناطيك فيلت فقط لما يمر كارنت خلال الكويل فهنا يتحول إلى مغناطيس ويرجع لحالة الطبيعية قطعة عادية في حال فصل مصدر الكهرباء يعني مغناطيس مؤقت ومرتبط بمصدر خارجي فالعلاقة هنا تردية بين قيمة الكارنت وبين المغناطيك فيلت المنتج كل ما زاد الكارنت زادت قوة المجال المغناطيسي فهذا النوع هو الأكثر استخداما في التطبيقات في عالم الكهرباء فعملية لف الكويل بهذه الطريقة هي التي تساعد على زيادة قوة المجال المغناطيسي فمن مميزات هذا النوع هو إمكانية التحكم بقيمة المغناطيك فيلت على عكس المغناطيس الدائم والتي تكون فيه قيمة المغناطيك فيلت ثابتة لكن المشكلة الأساسية هنا هي الحاجة لمصدر كهرباء ومصدر الكهرباء هذا معرض للانقطاع ولبعض المشاكل خصوصا في الأماكن النائية المعرضة للظروف البيئية هنا بعض التطبيقات اللي يستخدم فيها المجال المغناطيسي الجنريتر والترانسفورمر واللاوت سبيكر وبعض أجهزة القياس والريلي وأشعة الرنين المغناطيسي المستخدمة في المستشفيات فقلنا المغناطيك فيلت هو الأساس لتحويل الطاقة من شكل إلى آخر مثل الجنريتر والموتورز أو تحويل الفولتج من مستوى إلى آخر مثل الترانسفورمر فهنا أربع مبادئ أساسية توضح كيف يتم استخدام المغناطيك فيلت في هذه التطبيقات أولاً قلنا أي سلك يمر في تيار كهربائي بيتولد مجال مغناطيسي حول هذا السلك ثانياً المجال المغناطيسي المتغير إذا تقاطع مع كويل بيتولد فولتج على أطراف هذا الكويل وهذا مبدأ عمل الترانسفورمر ثالثاً أي سلك يمر فيه تيار كهربائي ويكون هذا السلك موضوع داخل مجال مغناطيسي بتتولد قوة دفع على هذا السلك وهذا مبدأ عمل الموتور رابعاً أي سلك يدور أو يتحرك داخل مجال مغناطيسي بيتولد فولتج على أطراف هذا السلك وهذا مبدأ عمل الجنريتر فكل المواضيع المتبقية في هذا الكورس تعتمد اعتماد أساسي على هذه المبادئ الأربعة هنا كلام عن أهمية المغناطيس في الباور سيستم واستخداماته في الإلكتروميكانيكال ديفايسيس مثل الترانسفورمرز والجنريترز والموتورز جزء القادم بإذن الله بنتعرف على أهم البرامترز والمصطلحات الجديدة في عالم الدوائر المغناطيسية إضافة إلى المعادلات التي تحكم هذه البرامترز في الماغناطيك سيركيت ترجمة نانسي قنقر